ومعنا من ريف درعة نصار قسم رئيس المجلس المحلي في بلدة الجيزة في ريف درعة سيد نصار مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إذن كيف كانت أجواء العيد في اليوم الأول والثاني حتى اللحظة في مناطق ريف درعة مساء الخير لكم وأحببت أن أهنع العالم الإسلامي والعربي والشعب السوري العظيم بحلول عيد الأضحى بالنسبة للأعياد هناك فرق كبير بين العيد الحالي والعيد الماضي باعتبار أن هناك هدنة قائمة داخل المناطق المحررة نأمل من الله استمرارها وأن تكون هذه الهدنة بداية لوقف نزيف الدم السوري في العيد الماضي الحقيقة كان هناك مآسي عديدة كانت الناس في الشوارع وضع مأتاوي يعني نعم مستاءة شبه مستاءة مستاءة جدا من الوضع الموجود ولا يوجد أمان الحقيقة يعني أن الشخص عندما يحاول أن يذهب لمعايدة حتى جيرانه أقرب جيرانه الحقيقة هناك تخوف تخوف كبير حتى 100 متر إذا حاول أن يسير 100 متر ممكن أن يتعرض إلى قذيفة من هنا أو من هناك طبعا الآن الوضع أحسن سيد نصار في ظل وجود الهدنة القائمة وهل شاهدتم أي خروقات من قبل قوات النظام والقوات الروسية أم لا ما تزال الهدنة قائمة حتى اللحظة الحقيقة هناك خروقات بسيطة جدا لا تذكر أما عن الهدنة لا زالت قائمة ونتمنى استمرارها بإذن الله وفي ظل هذه الهدنة قد يستطيع ضيوف الكرام الموجودين داخل بلدة الجيزة من الانتقال إلى قراهم والعودة إلى بيوتهم المدمرة أو شبه المدمرة لصيانتها والقيام بالاستمرار في حياتهم اليومية أعتقد أن إن شاء الله إذا ما استمرت الهدنة أن تخلوا أجيزة من ضيوفها الكرام وأن ينتقل كل شخص إلى بلده باعتبار أنها أصبحت مناطق آمنة طيب سيد نصار هل جاهدكم أي حركة عودة للناس في ظل تواصل الهدنة؟ نعم أختي الكريمة هناك عودة ولكن بشكل تدريجي يعني لا يزال هناك تخوف من حين لآخر لا تزال الناس لا تثق الحقيقة بالهدن القائمة باعتبار أن هناك خروقات وحينما يتم أي اختراق ممكن تقل الثقة خلاص الثقة تقريبا يعني تقل ما رح يكون في ثقة للعودة لكن الحمد لله حتى الآن الهدنة بشكل أو بآخر جيدة شكرا جزيلا على هذه المشاركة مريف درع حدثنا نصار قاسم رئيس المجلس المحلي في بلدة أجيزة في ريف درع ترجمة نانسي قنقر